اشتركوا في القناة تعترضها في مجال ممارسة العمل السياسي والبرلماني ويضم وفد مجلس الشورى سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال وسعادة السيدة لينا حبيب قاسم وناقشت القمئة إسهامات المرأة السياسية والبرلمانية في إرساء قواعد السلام والأمن على مستوى العالم والسبل المثلى لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها لتوليها قيادة التطوير والنماء في الأوطان فيما استعرضت القمئة أبرز الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها لتعزيز وتقوية مشاركة المرأة في بناء السلام والأمن الدوليين والعمل على تفعيل مبادئ وقيم التوازن بين الجنسين والتعويض على الكفاءات والعطاءات بعيدا عن النمطية والجندرية